حضراتكم عارفين احنا عندنا مبادرة اسمها كلنا واحد كلنا واحد هي في اطار ورعاية رئيس الجمهورية وزارة الداخلية عملت حاجة اسمها الملتقى الاول لطلائع وشباب المناطق الحضرية الجديدة على مدار 3 ايام في مقر اكاديمية الشرطة اسبر بقى علي قبل ما تتفرج يعني ايه؟ انا اسعدني الحظ جدا من قلبي بانه كنت احد المدعوين في اليوم النهائي اللي تم فيه بقى يعني اخر فعاليات الايام التلاتة الاولى فيه كان يوم بعدها احتفالي والولاد اللي حصلوا على شهاداته وعلى شهادات تقدير وجوائز تقديرية وما الى ذلك كانت حاجة رائعة جدا وقفت انا وصديقي العزيز صاحب الحنجرة الزهبية وقل الفشني كنا بندردش مع بعض الاولاد والبنات اللي موجودين فايه اكتر حاجة عجبتكم رد علينا ولد من الولاد قالينا نصا والله ربنا سبحانه وتعالى شاهد اول مرة حدي عملنا كويس كده الداخلية عملت ايه؟ جابت الولاد والبنات باتوا 3 ايام في مقر اكاديمية الشرطة حلو؟ طيب في الثلاث ايام دول الولاد بيصحوا من الصبح يعملوا طوابير الصباح مع بقية طلبة الكلية يعودوا معهم في ندوات تطقفية توعية هوايات انشطة رياضية حاجات كتير انا اشوف ده ازاي؟ خلي بالك ولادنا دول يمكن يكونوا اتولدوا في مناطق غير الاسكنين فيها دلوقتي يعني هم دلوقتي موجودين في الاصمرات موجودين مثلا في بشاير الخير الى اخيره قبل كده ما كانتش المسألة بهذا الشكل قبل كده كانوا قاعدين في مناطق عشوائية خاطرة واخد بالك ان دول اللي كان بيتم تصوير رجل الشرطة بالنسبة لهم بوعبع تشوفوا لازم تطلع في جري حلو؟ طيب جزء من التغيير بتاع بناءهم الوجداني وبناء وعيهم حصل لما تنقلوا للمناطق الجديدة زي الاسمرات مثلا وحنا يمكن صورنا في الاسمرات كذا مرة وما الى ذلك فتلاقي الولاد دول خالبك دولاد صغيرين يعني اعمارهم لسه في مرحلة النشط طفولة ونشط وما الى ذلك يعني فالولاد دول طريقة تفكيرهم اختلفت لان هم انتقلوا الى شقة حلوة وعليها الايمة ودخلها الشمس والهوى وقدمه جناين وعنده نادي بيروح يلعف في الرياضة وعنده مدرسة حلوة وعليها الايمة بياخد فيها الدروس بتاعته ويتلقى فيها سنينه الدراسية وما الى ذلك ويجي بعد وقت من الاوقات يخش جمعته وهكذا وشافوا يعني ايه يعني ايه بلد خدت قرار انها تغير من حياته مية في المية من منطقة صعبة جدا استحالة بني ادم يعيش فيها لكن في ظل مرحلة تعيسة عاشوا بهذا الشكل فاتنقلوا بس كده لا المشوار لازم يكمل والمشوار طويل فجات الداخلية عملت ايه لو خدتوا بالك وكان قبل كده الداخلية بتعمل اكتر من يوم رياضي في اتحاد الشرطة وما الى ذلك وفي نوادي وفي اماكن تانية وهكذا ويبقى فيه مسابقات للولاد ويركبه خده ويلعبه رياضة ويخشه حاجة كنتعظمة جدا لما تيجي الداخلية هنا بقى اشوف والله بتكلم بجد فكرة العقل لما ينور بالافكار فتيجي طيب هل انا بوعبع لا هل المفترض انه انا كرجل شرطة او رجل امن ونظام اخوفك لا طب تعال عرفك علي من وانا في سنة اولى في الكلية فيبقى الولاد بيروحوا وبيشوفوا شبان ما شاء الله زي الفل في اعمار اخوتهم الكبار وهم بيدرسوا وحياتهم ويومهم يوم والتاني والتالت يلاقي نفسه بيتكلم معاهم يلاقي نفسه شايفهم وهم بيعملوا طابير الصباح وهم بيتلقوا محاضراتهم وهم قاعدين معهم في جلسات مناقشة وده كان مهم قوي فيبدأ هنا يستوعب انه الراجل ده ما هواش البوعبع بتاعي خالص الراجل ده بيقوم بشغله وانا شغلتي ان انا بقى مواطن ملتزم ايا كان نوع نشاطي في يوم من الايام ايه انا بقى تلميز انا طالب جامعة انا بشتغل ايا كان الشغل طول ما انا ماشي صح الراجل ده راجل محترم الراجل ده بيحبني ما انا قابلته وانا صغير قابلته جوه اكاديمية الشرطة الحاجة التانية والليفت للنظر ليه جدا واحنا هناك طبعا كان فيه اكتر من نجم ايه كان فيه حزم امام وكان فيه احمد متعب وكان فيه طبعا احمد حلمي وكان فيه احمد السقق واحمد حلمي واحمد السقق الحقيقة ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحب فيهم خالقه وربنا انعم عليهم بحاجة حلوة بقى اللي اتنين حتتين سكر ليه هنا بقى انت بتشوف مفيش ولد ولا بنت من الولادنا اللي كانوا موجودين في الاحتفالية اتكسر خطرهم بكلمة لا عايز اتصور معاك حاضر طول الوقت اللي اتنق حاضر الولاد قاعدوا يهتفوا بقساميهم جوه القاعة بنحبك يا سقق بنحبك يا حلمي كلنا كنا مبسوطين الحقيقة جدا بهذه الحالة طيب بس في النهاية خلاص بقدر لازم ننظم القاعدة لانه في فقرات وفي تسليم شهادات وشهادات تقدير وجوائز وحاجات كده فتلاقي الزباط الشبان والكبار لما بيجوا ينظموا اطفال والله العظيم بالمهاودة وبالمسايسة وبالطراغ دي ويعودوا يحيلوا فيهم عشان يرجعوا يعودوا على كرسيهم تاني يشلوهم كأنهم شايلين ولادهم تعالى بس هقعدك يشيلو ويقعد قعد شوية وبعدينما خلص الفقر يكده رحوا تصوروا في الاستراح وهكذا ده كان اليوم يوم بالنسبة لي اكتر من حلو اكتر من رائع اكتر من انساني اكتر من انه حتى يوصف بانه ممتلق بالمحبة هو كان ممتلق بكل مشاعر نبيلة